محتوى الوحدة الخامسة في الكتاب المقرر من صفحة 104 إلى صفحة 126 العناصر الإساسية في هذه الوحدة أو هذا أصل سنتحدث في هذه المحاضرة عن النظام الإداري في المؤسسات التربوية وبالإشارة إلى المدرسة كنظام وحلقة من حلقات النظام التعليمي ككل وكيف أن النظام التعليمي تختلف من حيث المركزية أو المركزية كما ستتم الإشارة إلى الإدارة التعليمية والمدرسية أهداف الإدارة التعليمية والمدرسة نشر إلى خمسة أهداف وبالإشارة أيضا إلى أهمية الأهداف ووضوح الهدف والأهدف والعاملين في المؤسسة كما ستتم الإشارة إلى خصائص الإدارة التعليمية بالإشارة إلى سبق خصائص وكذلك ستتم الإشارة إلى العوامل المؤثرة في الإدارة التعليمية بالإشارة إلى العوامل الاجتماعية والعوامل السياسية والعوامل الاقتصادية والعوامل الطبيعية والجغرافية كما ستتم الإشارة إلى أنماط النظام الإداري بالإشارة إلى ثلاث أنماط إداري النظام المركزي والنظام اللامركزي والنظام الذي يجمع بين النظام المركزي والنظام اللامركزي كما ستتم الإشارة إلى خصائص وعيوب كل نظام من هذه الأنظمة